خمسة يعطيكم العافية للحصة الماضية كان عندنا درس رسم الزاوية وإحنا تعرفنا من خلال أن الزاوية يتم برسمها استخدام المنقلة لتحديد قياس الزاوية الآن الحصة الماضية كان عندنا بصفحة 122 واجب سؤال الثاني سؤال ألف وجيم ودال الآن رح أدمج رسم الزاوية مع قياس الزاوية وهو الدرس الثالث اللي إحنا تركنا لأن الدرسين هم درسين عبارة عن درس واحد كيفية استخدام المنقلة للقياس ورسم الزاوية الزاوية 20 كيبدأ أرسمها واستخدمها للرسم إذن من خلال السؤال رقم 2 صفحة 122 أنا رح أرسم وأشرح قياس الزاوية الزاوية قياسها 20 إذن رسم زاوية قياسها 20 درجة هلا بدأ أرسم وأسمي وأحدد قياس الزاوية باستخدام المنقلة كتفقنا إنه أول إشي باستخدم المصدرة لقياس مثلا قطعة مستقيمة 5 صانتي برسم رسمة الشعاع وبسميها مثلا ألف وبا إن عند النقطة با بعين وبثبت مركز المنقلة خط الصفر دائما بتغلب فيه خامس إنه تبطل تميز وين خط الصفر خط الصفر حسب اتجاهك إذا أنت رسمت الشعاع ألف با من هاي الجهة بتثبت عند النقطة با وبتحكي هاي صفر الزاوية إذا أنت رسمت من هاي الجهة لا دك تأخذ إنه با هي المركز وتأخذ هذا صفر الزاوية رجاء من الأهل إنهم يتابعوا هاي الملاحظة لأنه دائما كنت أتغلب فيها إنه الطالب ما يميز وين صفر الزاوية هاي الصفر هاي العشرة هاي العشرين من ثبت النقطة باستخدام المصدر أو المنقلة بتم التوصيل بين النقطة اللي أنت ثبتها وبين مركز المنقلة هلأ أنت رسمت الزاوية لنرسم الشعاع الثاني ونسميها جيم لاحظ أنت استخدمت ثلاث حروف ألف با جيم هلأ الزاوية قياس عشرين هلأ أنت أتأكد إذا أنا كانت عندي هاي الرسمة موجودة هل قياس سليم ولا لا هاي النقطة تبعت مركز المنقلة وهي النقطة با بثبت الشعاع الأول على صفر الزاوية وهي الشعاع الثاني هاي الهيك طلعت عنا القياس عشرين مطابق لقياس الزاوية هلأ رح نشرح كيف قياس الزاوية مع تسمية الزاوية هلأ لتسمية الزاوية لهذا الشكل الزاوية تسمى بثلاث طرق اللي هنا يابت ترسم لهاي الإشارة اللي هي اسمها زاوية بدل ما نكتب كلمة زاوية ونرسم زي شكل حرف أكبر نحط جواته قوس الزاوية ألف با جيم هاي التسمية الأولى ألف با جيم أو الزاوية جيم با ألف أو الزاوية با طبعا نوع الزاوية حادة إذن عرفنا أنه الزاوية هاي ألف با جيم أنا استخدم ثلاث حروف لتسميتها لأنها هي مكونة من شعاعين الشعاع الأول مسميه الظلعي الزاوية من هم الزاوية اللي هم الشعاع الأول اللي هو با ألف با جيم رأس الزاوية رأس الزاوية هي النقطة با النقطة با إذن راح نسمي الزاوية بثلاث طرق نتعرف على ضلعي الزاوية ورأس الزاوية وكيفية أنه أنا أقيس زاوية مرسومة عندي إذن هاي الشكل الأول راح نستخدم لكل شكل ورقة إذن هاي رسم زاوية قياسها 20 درجة هلأ سؤال اثنين من صفحة 122 فرع جيم راح أرسم زاوية قياسها 91 باستخدم المصدرة لرسم الشعاع الأول راح أسمي أسماء مختلفة راح أسمي سين وهون صاد راح أستخدم المنقلة أثبت المنقلة على رأس الزاوية هاي 90 أنا بدي 91 هلأ راح نشوف كيف أستخدم عند التسعين وواحد وسعين أنا بدي 91 لاحظ خامس هاي التسعين قائمة أنا بديها منفرجة هذا الرقم واحد بتفرق معك إنه الزاوية أصبحت منفرجة هيك بالضبط إذن هذا الشعاع الثاني راح أسميه عين إذن الزاوية هاي أصبحت قياسها 91 درجة سمي الزاوية التالي راح نسميها بثلاثة الطرق الطريقة الأولى الزاوية سين صاد عين أو الزاوية عين صاد سين أو الزاوية البررأس منسميها صاد رأس الزاوية هو النقطة صاد تمام؟ نتأكد من رسمنا إذا صحيح بثبت خط الصفر لاحظ كيف عندي على الواحد وتسعين هاي التسعين هايها هاي النقطة هايها واحد وتسعين